أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله وعندكم يا سيدي القطب المتصرف أمنا وديعة عندكم يوم القيامة يا من أرسلكم الله تعالى رحمة للعالمين اللهم يا مسبب الأسباب يا مفتح الأبواب يا مقلب القلوب والأبصار يا دليل المتحيرين يا غياث المستغيثين يا حيو يا قيوم يا ذا الجلال والإكرار وأفوض أمري إلى الله إن الله رسيل للعباد رابطة الشريف bring the presence of Mawlana into your hearts سورة الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم والك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إذن الصراط المستحيم والصراط الذين رمت عليهم وحضر المعضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم بالك يوم الدين نغت عليهم غير المعضوب عليهم ونبدأ عليهم صورة الشريفة اللهم أسأل على محمد وعلا آلي محمد وسلم اللهم أسأل على محمد وعلا آلي محمد وسلم اللهم أسأل على محمد وعلا آلي محمد وسلم والله ما صلي على محمد وعلى آل محمد وسلم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرع لك صدقك وأنا أعنك وزرك الذي أنقض الظهر ورفعنا لك ذكر وإذا ما نسل يسرع إلى الله نسل يسرع وإذا فرقنا فصفو إلى ربك فرق الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرع لك صدقك وأنا أعنك وزرك الذي أنقض الظهر ورفعنا لك ذكر فإذا ما نسل يسرع إلى الله نسل يسرع فإذا فرقنا فصفو إلى ربك فرق الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرع لك صدقك وأنا أعنك وزرك الذي أنقض الظهر ورفعنا لك ذكر فإذا ما نسل يسرع إلى الله نسل يسرع فإذا فرقنا 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 بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله السمن لم يرد ولم يولد ولم يكن له فلعل الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يرد ولم يولد ولم يكن له فلعل الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلل ولم يولل ولم يكن له كفوة عن الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك العبد وإياك الأستعين إذن الصراط المستقيم الصراط التي لا لم تعريه والغير المطلوب عليهم ولا الضارين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك العبد وإياك الأستعين إذن الصراط المستقيم الصراط الذي لا لم تعريه والغير المطلوب عليهم ولا الضارين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. إيدنا الصراط المستقيمة صراط الذين ننت عليهم. علم وغضوب عليهم ولا الضالين. أمين صراط الشريف. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد وسلم. اللهم صلي على محمد وعلا اللهم صلي على محمد وعلا بسم الله الرحمن الرحيم ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السموات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين زيادة من شرف النبي صلى الله عليه وسلم وأهله وأصحاره الكراه وهل الروحي أخوانه من الأنبياء والمرسلين وقدمه شرائعهم وإلى الروحي الأمد الأربعة وإلى الروحي مشايخنا في طريقة النقش بندية العالية خاصة إلى سيدة خاجة بهاؤدين النقش بدي محمد الوسيل البخاري وحضرة أستاذنا موران الشيخ محمد نازم الحقاني وأسادي أستاذي موران الشيخ عبد الله الفأز التوستاني وسائل ساداتنا وصدقين وآلخة الخاجة وسيدنا عبدالطالب رجدواني الفاتح وعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله اشتركوا في القناة لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وعليه وصحبه لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه الصلاة لا إله إلا الله محمد نبي الله عليه صلاة الله لا إله إلا الله محمد صفي الله عليه صلاة الله لا إله إلا الله محمد ناجي الله عليه صلاة الله لا إله إلا الله محمد آمين الله محمد شافيع الله عليه صلاة الله لا إله إلا الله محمد حبيب الله عليه صلاة الله لا إله إلا الله عبدالله ورسوله PS صلى الله عليه وسلم زيادة لشرف النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه الكرام وإلى روح سائل ساداتنا الفاتح اشتركوا في القناة الله موسيقى اشتركوا في القناة 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 يا سلام يا الله يا ودود يا ودود يا ودود يا الله يا أمان يا أمان يا الله يا رحمن يا رحمن يا رحمن يا الله يا رحيم يا رحيم يا رحيم يا الله يا حنان يا حنان يا حمد يا الله يا منا يا منا يا منا يا الله يا ديال يا ديال يا الله يا سبحان يا سبحان يا سبحان يا الله يا سلطان يا سلطان يا سلطان يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله نعم المولى ونعم النصير غفرانك ربنا وإليك النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد وعلى اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد وعلى اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد وسلم 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 صل يا ربي وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين وآل كل الأجمعين والحمد لله رب العالمين على أشرف العالمين سيدنا محمد صلى الله عليه على أكبر العالمين سيدنا محمد صلى الله عليه صلوات الله وبلائكته وأنبيائه ورسله وجميع خلقه على محمد وعلى آل محمد عليه وعليه السلام ورحمة الله وبركاته ورضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا أصحاب رسول الله أجمعين وعن التابعين به بإحسان وعن الأئمة المجتهدين الماضين وعن العلماء المتقين وعن الأولياء الصالحين وعن مشايخنا في الطريقة النقش بندية العالية قدس الله تعالى أرواحهم الزكية ونور الله تعالى أضرحتهم المباركة وأعظى الله تعالى علينا من بركاتهم وفي وضاتهم دائما والحمد لله رب العالمين الفاتحة إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وإلى أصحابه الكرة وإلى أرواح أخواني من البياء والمسلم وإلى أرواح الأمثال العربعة وإلى أرواح مشايخنا في الطريقة النقش بندية العالية خاصة إلى أرواح من الطريقة وفي طريقة جبل المقشبات محمد وسيء بخاري وحضر في أستاذه والسلام وإلى أخط من خارجك وإلى أرواح أبائنا وأمهاتنا وأبنائنا وبناتنا وإخواننا وأخواتنا وأعمامنا وأعماتنا وأخواننا وأخواتنا وأجدادنا وجداتنا وإلى جميع الأم عامة الأجمعين ومن نحن في جوارهم الفاتح سبحانه ربي العليل أعلى وهاد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى أهل وصحبه أجمعين ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق المستقيم ببركة القرآن العظيم وبحرمة النبي الكريم وأعفو عنا يا كريم وأعفو عنا يا رحيم واخفر لنا ذنوبنا بفضلك وجودك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين اللهم لا تدع في مجلسنا هذا ذهبا إلا غفرته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا همّا إلا فرشته ولا عيبا إلا سترته ولا ضرّا إلا كشفته ولا كربا إلا نفسته ولا حاجة هي لك رضا وفيها صباحنا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين اللهم أحسن عقباتنا في الأمور كلها اللهم أجرنا من خزي الدنيا وعذاب آخرة اللهم إننا سألك توبة قبل الموت وراحة عند الموت ومخفرة ورحمة بعد الموت والعقو عند الحساب والفوز بالجنة والنجاة من النور اللهم اجمعنا بساداتنا النقش بنيين اللهم اجمعنا بأوليائك وأنبيائك الكرام عند حبيبك المصطفى صلى الله عليه وسلم اللهم اجعلنا من المتبعين لشريعته المنتصفين بمحبته المهتدين بهديه وسيرته اللهم هو توفنا على ملته وحشرنا في أدباعه الغر المحجلين ولا تحرن فضل شفاعته وحشرنا في أدباعه الغر المحجلين الوفد المتقبلين يا أرحم الراحمين اللهم يا رب اجعلنا من المقربين الشهود اللهم اجعلنا من المقربين الشهود من الرقع السجود المفين بالعهود إنك رحيم ودود إنك تفعل ما تريد اللهم اصرنا وانصر الإسلام والمسلمين اللهم اعز الإسلام والمسلمين اللهم اعلي كلمة الحق والموحدين في اظهار خليفة الله المهدي اللهم اصروا نصرا عزيزا وفتح له فتحا قريبا اللهم اجعل لنا من لدنك وليا اللهم اجعل لنا من لدنك نصيرا اللهم من أرادنا والإسلام بشر خضر أخذ عزيز وإحلام اللهم اجعل دائرة تدور عليهم يا ربي اللهم اسطبهم مدد الإنهال يا ربي اللهم غل أيديهم واربط على قلوبهم يا ربي اللهم يا ربي اجعلهم لكل حبيب خدا اللهم شدد شملهم اللهم فرق جمعهم اللهم اقلل عددهم يا ربي اللهم اجعلنا من الموحدين من المسلمين المؤمنين اللهم تقبلنا مع المسلمين والمؤمنين اللهم اصلحنا وأصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا واجعل في قلوبنا الإيمان والحكمة اللهم ثبتنا على ملة رسولك اللهم ربنا اوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وأن نوفي بعهدك الذي عهدتنا عليك اللهم إلهنا إله الحق سبحانك لا إله غيرك اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وثبت أقدامنا وانصلنا على القوم الكافرين اللهم وآتنا ما وعبنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف المعار اللهم يا ربي إننا نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ونسألك مرافقة نبينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى درجة في الجنة اللهم ربنا انفعنا بما علمتنا علمنا ما ينفعنا وربنا زدنا علما الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار اللهم يا محول الحل والأحوال حول حالنا إلى أحسن حال آمين اللهم اشفنا واشفنا الضالة وغاية المسلمين اللهم ارحمنا وارحم أمواتنا وأموات المسلمين وصلي يا ربي وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى أله الطيبين الطاهين والمطهارين وصحابته الكرام والبرارات الأجمعين سبحان ربك رب العزة المياصفون وصلاة على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتح بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله وعندما ترى ما يفعله 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 هذا هو طبعه نقول أننا نحن 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 إننا نحن 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 ثم JACK ولتss تش villain ترون جامuj starter إنها تغنيمة ما هو تغنيمة في الغنمية؟ أو في فرنسي تغنيمة تغنيمة شيئا تغنيمة شيئا تغنيمة إن شاء الله أسألتك إن الله أكبر لا يقول لك أن يكون لديك و أن أقوم بها إن كان أقوم بها يمكن أن أقوم بها إن أقوم بها تغنيمة سوصنى إن شاء الله إن أن تغنين مصاني تسوى تحكيمة يا ربي يا ربي الله أكيد أن نسألك رزق والوزد يا ربي ستبع عزق يا ربي واسع يا ربي بسعنا وحلال طيبة والحلال وحلال أحسن وحلال صالحة هذه هي الأهلكة التي تستطيع القبول هذه هي الأهلكة في العالم وفي آخرة حسن أن نطلع آخر الله سبحانه وتعالى أعطاها عملا متقبلا عملا وعلم نجيحا وعلم نجيحا structured knowledge لا تستطيع القرآن العلم نجيحا وسعيا مشكورا وكذلك يجب أن تفعل في هذه الدنيا للآخرة الله سبحانه وتعالى نفسهم اللهم إنا نسألك رزقا واسعا وحلالا طيبا وأولادا صالحا وعملا متقبلا وعلما نجيحا وسعيا مشكورا واتجارة لم تبور يا نور النور على المدينة يا عالم ما في الصدور أخرجنا يا ربنا من الظلمات إلى النور إلى نور حبيبك صلى الله عليه وسلم يا رب في زمان ، بجبرن واكبرك ، لغاولك يا رب رخناromeنا من المسلول noises صلى الله عليه وسلم يا ربEp، Take us from the darkness to the light آمين 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 محمد الحبيب صلى الله عليه وسلم وإسهل سورة الفاتحة اللي سواحة نفاره اللي سناع أنت حسننا أنت سلطانじゃない يا ربي نحثنا يا ربي بشتركنا يا ربي تحب نحامنا يا ربي so we can love you back make Rasulullah love us so we can love him back with his love make Awliyaullah always looking at us protecting us from the harms of this world from the inner world from the outer world protect us from every harm you take care of these silences that are hurting humanity Ya Rabbi Ya Rabbi you know best Ya Rabbi that's true Ya Seyyidi Ya Sultan Al-Anbiya Ya Rahmatan Al-Alamin that's true Ya Seyyidi Ya Sultan Al-Auliyya Ya Seyyidi Al-Qubba Al-Mutasarri Madad Ya Rijalullah Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim Assalamualaikum Warahmatullahi Ta'ala Wa Barakatuhu Wa Alaykum Assalamualaikum Wa Rahmatullahi Wa Barakatuhu Mawrana Shaykh Ishaam Assalamualaikum Assalamualaikum Wa Rahmatullahi Ta'ala Mawrana Shaykh Ishaan Mawrana Shaykh Ishaan can send anybody he wants Alhamdulillah 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 so you let him back that they say in Turkish don't look at the one that's speaking look at the one that is being made to speak الوحيد الذي يجعله الوحيد الذي يجعله لا تظهر على الوحيد لا تظهر على الوحيد انواف في القرآن وهم يمكنهم يمكنهم يكونوا من فكرة يمكنهم أن يكونوا من الوحيد يمكنهم أن يكونوا من فرق مولان الشيخ الثامق أنه من المعارسة على المرحب السيدة عبدالخالي رجواني اخذتها إلى المرحب للمساق لقد ارساله اخذها إلى المرحب وعندما يتجبوني يرسلل خلال عينيه الخلال وخلال عينيه ثلاثة خلال عينيه من المشاوين ثلاثة خلال عينيه ثمه يتوقف ثمه فالبعينيه قلت أمريد تعرفين أنت لماذا يتوقف فقط لقد اخذت ثلاث عثلين كان يقول قالي يا شيخ ، تكن تعرف جيدا لا أعرف قال لقد اخذت ثلاث عثلين لأنه يخذت ثلاث عثلين لقد اخذت ثلاث عثل سيكون لديك مرحباً كان يبدو أن يكون مرحباً فالحفظ مرحباً فالحفظ مرحباً قال لديك مرحباً إذا كنت أرى فإنها سيكون هذا مرحباً ثم الشيخ بدأت تتحدث إلى الموريد وعلى الشيخ مولا الشيخ نظم قال أن الشيخ عبدالخال الروشدواني قلت تتحدث إلى الموريد كما يقولون الشيخ وأنها تتحدث إلى الموريد أنا صحيح لأن هذه الأرض هي المتحدة ولكنك تعتقد أن لديك الكثير من هذا المنزل أو هذا المنزل ما سيحدث معي وعندما أصدقائي بعد أن أصدقائي بعد أن أصدقائي وما سيحدث مع المنزل وما سيحدث مع المنزل والعرض يقول لن أتدمر أن الأرض سيئة أحيانا لا يستطع مرحبا هذه الأرض لكن لن تعتقد أن الأرض أن أتدمر لا يستطيع أن تحقق أنه ليس صحيح لكن لن تعتقد أن هذا ما يسعون الناس الآن اتبع ان يتبعهم انه سال من يوم من الآن تاسترون انتظره اسه لما يتبعون الناس انا مرة لك هذا هو تقوير الإمان هذا هو تقوير الإمان هذا هو تقوير الإمان الله سبحانه وتعالى رزق تراجر خزائن الرسق the treasuries of provision of sustenance never finish الله سبحانه وتعالى's treasuries of knowledge never finish الله سبحانه وتعالى's treasures of ma'rifah never finish so the frog was teaching the murid a lesson that whatever is related to Allah سبحانه وتعالى does not end no finish oh human being you were sent to know Allah سبحانه وتعالى how do you know somebody first you say what's your name first you know you have to learn the name so to know Allah سبحانه وتعالى you start with knowing his names that is our mission on earth is to know our lord the creator Allah سبحانه وتعالى and it's our goal so because the murid had weak iman his teacher is teaching him to get stronger iman strong belief the more you know the more you know about your lord the closer you get to Allah سبحانه وتعالى the more you know you know the more you know the more you know you will be from your lord the more you know the more you know what happens when you get closer to him first it starts with the ibadat you have to approach your lord with obedience and worship that is the iman you are imitating you are worshipping and obeying by not seeing by just seeing your teacher or your mother or your father teaching you how to approach Allah سبحانه وتعالى after that Grand Sheik is saying when you approach Allah سبحانه وتعالى he will throw in your heart نور الإيمان الحقيقي he will throw into your heart the real light of الإيمان Lorsque vous l'approchez alors il mettra dans votre cœur la véritable lumière de la foi et la réalité Allah سبحانه وتعالى when he created Adam he threw in his heart something so Allah سبحانه وتعالى will throw that light of iman into your heart Grand Sheik is saying that light of iman will make you hear frogs will make you hear monkeys for real will make you hear ants will make you hear the wind will make you hear the water doing what he will make you hear the water the zikr of the water he will make you hear the zikr of the ant he will make you hear the zikr of the stars the zikr of the moon the zikr of the sun he will make you hear the zikr of everything in creation when Allah سبحانه وتعالى throws that light in your heart you will be hearing everything some people might say oh no no what is this you all hear frogs ants where do you hear this thing from the Quran is full of stories of Sayyidina Suleyman alayhi salam hearing the ant talking that is a sign that a real khalifa real deputy real wali real nabi somebody that has real iman in his heart real iman in his heart can hear other creatures that's what we are trying to do in tariqah we are trying to go down from the surface deeper into creation of Allah subhanahu wa ta'ala when you go deeper into the creation of Allah subhanahu wa ta'ala Grand Sheik is saying you will start hearing the praising and the zikr of everything and also you will know the wisdom why they were created for plus vous allez dans la compréhension descendez dans la création d'Allah alors vous entendrez le déclare de toute créature mais vous saurez également pourquoi chaque chose a été créée maulia are in an ocean of love and taste and pleasure they are around us but they are deep inside hearing the tasbih the praising of everything and knowing why they were existent for maulia is saying that everything in creation is praising Allah subhanahu wa ta'ala by a holy name of Allah subhanahu wa ta'ala everything in creation I want to say you will hear the praising and the glorification of the angels of heavens and earth you will hear the glorification of the angels of the seat and the throne and you will hear the glorification of the angels of the throne and the siège you will hear you will hear also the glorification of the water the glorification of colors the glorification of trees the glorification of flowers everything is making every flower every flower is in creation by the name of Allah subhanahu wa ta'ala and the flower next to it is in creation by another name and the flower next to it is by another name and the tree next to it by another name the leaves each leaf is created by the is under the terbiah the discipline and the upbringing of different names each flower each creation has a different name of Allah subhanahu wa ta'ala that is upbringing it each one each thing in creation is carrying one name of Allah subhanahu wa ta'ala yes everything has a name what did Allah subhanahu wa ta'ala say in surah al-baqara wa'allama asta'idu billah wa'allama adama asma 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 because people they say oh where do you bring this from this is all from quran this is all from quran we read quran we don't understand but Mawlaan Sheik is teaching us in surah al-baqara Allah subhanahu wa ta'ala says wa'allama and he taught adam asma all the names the names all of it all of them all of them you are adam of your time you have to be adam of your time you have to know the names of everything that is the mission of adam he created him wa'allama adama he created him and he taught adam all the names so you as son of adam you have to know and the daughter of adam you have to know all the names you have to be like your father it is said by awliya that Allah subhanahu wa ta'ala has thrown the secrets of letters into the heart of adam you know in quran there is letters people they say oh only Allah subhanahu wa ta'ala knows okay only Allah subhanahu wa ta'ala knows he knows everything but he can also teach some the secrets of these letters the secrets of the letters were thrown into the heart of sayyid adam alayhi salam his tongue started to recite the letters that were thrown into his heart these letters when they started moving in on his tongue they started to make words in different languages this knowledge was not given to malayka it was given to sayyidna adam alayhi salam when the words started to come on the on the tongue of sayyidna adam alayhi salam from his heart Allah subhanahu wa ta'ala created image and form and shape of that word in front of him these are the names that were coming the names of all kinds of creation were coming on his on his tongue and Allah subhanahu wa ta'ala was creating an image and a model of what he was saying so in front of sayyidna adam alayhi salam was being was formed in shape these words or names it is said it was the names of all animals all plants now they have like all these genders of plants and this this is this is a hostile this is i don't know what this is this all of them sayyid adam alayhi salam so all plants all rocks all jewels all cities all villages all rivers all creeks all human beings all children of adam all of every son every daughter all angels every angel in heavens and earth everything that Allah subhanahu wa ta'ala is creating and has created Allah subhanahu wa ta'ala taught him the name of each one of them لا فقط ذلك ولكن كل شيء في جنة أيضا كل منا في جنة كل منا في جنة كل منا في جنة كل منا في جنة كل ينبطه جنة كنفكية كل ذلك كل ذلك كل منا في جنة نجد ان يصبح أن تكون أل ice placement ابطباء الله قال هو الأوسط هو الأوسط لحزاء هذه المنظمة الهواء يقول يقول أنه كلمة هو الهوة كان الجرس هو الهوة كان يجب أن يكون المفرسة من الهجاب العصر ومضاننا شيخ نازم قلت أن هذه المفرسة هو بسم الله الرحمن الرحيم مولانا الشيخ قال هذه المفرسة بسم الله الرحمن الرحيم قال الله سبحانه وتعالى أغفره لذلك كانوا يكون هناك أشهر كان عام هو العمل من كل رضو و Korean شخص هو الناس و عندما كان يكون في هذا الناس كان المواد من هذا الشخص سوف يصوح أنه شخص هو السباة كان المواد من هذا الشخص كان المواد من هذا الشخص كما تحويل لا يتوجه الجد وذلك يترك في المال سيدنا نادم يترك عبر هذا الهدع جميتة ويأت على المال أي شيء أي شيء ملك موجودة أي شيء ملك العظمية أو لفضيلة للمساعدة سيدنا تأمي بداية ي открыتوا في الشعارب وفشترض وفشترض على كل شيء وكما يجب الجليل لذا سيدنا علم سيدنا عزم وفي كل شيء يعلم ما بين كل شيء فشترض وأعواني بذهب محفل إلى تى محفل بأنه يبحث عن بلحفانا في كل وقت يحدث عن محفل وكنو إيجائيهم ما تقلقه محفل وحفل محفل ومحفل عندما يساعدت إلى تى الى المحفل سيده إدام ويحصلت على أيها للذenة والهجولة فقط سيدنا يمكن تتعلم الهواء وإنه؟ وكان يتعلم على كل ذاكات وإنه؟ هم من إذاً كنت مرهبا لتتواجه لذا حدث سيدنا فقط سيدنا إسلام فقط سيدنا إسلام الله سبحانه وتعالى إسلام Thanks for john which is real! When Sayyidina adam aley salam is created he was knowing that the name of his lord is Khaliq, creator Then he taught me the name of his creator When he was passing through, he was knowing that he is Marzouk and Allah Subh'ana Tamar is Raziq That he is being provided and Allah Subh'ana T'Aď is the Copy 18 حوالا عندما رأيت أنه هو أسدقاء إن الله استطاعه إن الله استطاعه إن الله استطاعه ات ما رأيته أنه رأيته وهوه هو الله أسدقاء ولكن قلت سعيد في كل مختلفة مختلفة من خلاله كان يتعرفون كل مختلفة من الله سبحانه وتعالى وكل مختلفة من كل مختلفة حتى يصبح خلاله هذا ما يجب أن يفعله tän態 لكل مختلفة تطبيع بنككون كذلك يكن각 XL سبحانه وتعالى كونا نعلم في كل مختلفة كان لدء شخص خلاله يذهب كل طlevel قبل wärведه ما هو خليفة؟ خليفة يعني أنه ينوب 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 خليفة يعني أنه ينوب قد يعني أنه ينوب من قبل أنه ينوب أنه ينوب فعلمة يعني أنه ينوب يعني أقل أيها الناس لكنه ينوب أنه ينوب أنه موجودة في مكانه أن تكون في مكانه ينوو أن أنت أنت ينووو ينووو كل الأشياء والمعارضة في المصدر ويقومون بمعارضة كل الأشياء لأنك تعرف كل الأشياء لأنك تعرف كل الأشياء لأنك تعرف ما يحتاجون ر وعرف ما يحاولون وmesăm ألكم عامل ستراءك من الجيش لأن الله يحده وهي مس故 bikes ست Janين وأنك تقلق على مرات و محلولة هذا محلول محلول فقاله وضعه وضعه لا هذا المحلول محلول فقاله وضعه لا يمكنك وعن الحق هو الأولام dijera الله هو المقبل فلت أن هتو عنبغ وعن الحق أعلن أبغو أنفسك تنبي ở الأpiece تقول وحب أنفسك يسمو чисل وقبل الitésفيزير اتكر إبغو يوم أنفسك قبل جس monastery ستتكون الأفريسيسي وكذلك كل شيء يجب أن يأخذ الأفريسيسي وذلك كل شيء يجب أن تأخذ الأفريسيسي لذا فهذا لذلكه قال إن كنت أريد أن أعطي أكثر سأخذ الأجداء إلى أدام ويقب أن يذهب إلى أهل يحبني موجودن فهو الوغول لقبل يعطي أنه لقبل يرتب في الوغول يعتقد أنه في الوغول لكنه أيضا لا تستطيع كيف استمرنا في الحقيقة عندما يُديرننا الوغول تتمكن منتجنا في الحقيقة عندما يُديرنوا يُديرن الوغول إذا كانوا يقوموا بسجد للأسجد للأسجد هذا ما شيطان لم يفهم أجل قلوا بسجد لكنهم يجب عليهم لكنهم يجب عليهم ويجب عليهم هذا هو دورك هذا هو دورك يا دنسان يجب عليهم يجب عليهم الله سبحانه وتعالى فكرة هذا هو ما نقول كما تعلمون عن النقاط والعبارات والعبارات المتحدة في هذا العالم في هذا الهواء تصبح أقلس وتعرف الهبد لأنك تعرف على هذا المنزل لذلك فقد ابدأ بأم يقول上 الدغس ليتتتتحونه و الأن يتتتحونه ثم تتتحون القناع كنت تتتحونه موسيقى, ستتشوفك موسيقى ستشوفك اشترون كل شيء مجتمع هل يأخذ لك؟ يأخذك إلى المسيحة يأخذك على كل هذه المسيحة لكي لا تسمع شيئًا لذلك يقول مرزو لكي لا تسمع المسيحة الله يجب يتساعد لهم سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى كل شيئًا تبدأ بالله امان يأخذك والشيء يتساعد إن شيخ اترى إن شيخ يتساعد ان يأخذك من الحلوم تستطيع أن يكون و Shengan, ع至 منكل 就是 معدقة تاريغ ولهم اللهかった ، هايع أن أسمح الله أنهم قلون يلي كون القرآن يативكر جَاعوكَ الله سُسافَهُمْعَنا تعلق لكن قد تجد أنهم جَاعوكَ أنهم قلون إلىك كه Lynn هي المغلل عندما يقومون بك هايع أن تفعل الأفذر ستجعل ذلك سمعتون إنهم ستجألهم وسيطلهم لأن هذا كما نحن يجب أن نحنا ولكن لك يجب أن تأتي هذا يعني أنت إليهم الله يقول عندما تذهب سترى رحانية الرسول تأتي سترى رسول الله صلى الله عليه وسلم عند صاحب الإيمان الحقيقي يتيسر له اللقاء والاجتماع مع آم البرزخ جميعا the one that has the real إيمان the one that is able to hear the praising of angels the praising of everything in creation will be able also to meet the souls that have departed so if you lose your job you can put a psychic sign on the door I meet with the souls that departed you meet with the souls that departed because they are creation the souls don't die the body is in the ground it's gonna come up when Allah سبحانه وتعالى tells us come but the souls don't die they go to a place until they are blown back into the body so the souls don't die so you will be able to meet here and meet everything in creation that means the souls that have departed that is the souls of Sahaba Ikram the spirits of Ahlulay the spirit of Rasulullah صلى الله عليه وسلم the spirit of Awliya Allah you can be meeting with all of them alors vous pouvez rencontrer l'âme de ceux qui sont partis quelle qu'il soit car les âmes ne meurent pas elles sont stationnées dans une place le corps s'en va mais les âmes ne meurent pas you will be able to meet Ma'ayya insan with any human being that has departed this world you will be meeting with them that's how Sheikh Moulin Sheikh used to say I meet with Grand Sheikh Abdullah et vous serez à mesure de rencontrer tous ceux qui sont déjà partis c'est pour ça Ma'ayya il me disait toujours j'ai rencontré Cheikh Abdullah and my father says Ma'ayya Sheikh Nazim came to me last night they can meet with the souls that departed because the souls are alive they're part of creation you can meet with them that is Babel Kash now things are opening more and more for you unveiling alors ça c'est le dévoilement quand vous atteignez ces stades-là les choses s'ouvrent de plus en plus ce moment Grand Sheikh is saying this is what you need to gather in this life you did not come to this life to gather church up like Ma'ayya used to say garbage and dust c'est ça que vous êtes devenu atterrir dans ce monde pas des choses temporelles so that's our way Naqshbandi way is to let you enter through this door et c'est notre chemin le chemin Naqshbandi c'est d'emprer dans la porte de cette réalité that's why we sit in a corner not too much outside we do what we have to do outside but then we go back into our Sheikh's Dergah and we do our Zikr because we are more interested in the other side and inshallah Allah subhanahu wa ta'ala will give us that honor it is an honor we have honored the children of Adam may Allah subhanahu wa ta'ala make us from the ones that hear angels the ones that talk to angels hear animals talk to the spirits meet with Rasul for the benefit of humanity not to prop ourselves oh I speak to this I speak no it's not not for them for the benefit of humanity inshallah may Allah subhanahu wa ta'ala give us the nur of that iman bi hurmat al-habib sallallahu alayhi wa sallam wa bi sirri surat al-fatihah